السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاك يا أستاذ هاني عامل إيه هأقول لحضرتك بعض الإمكانيات الموجودة معي وبناء عليها سألحضرتك السؤال أنا جايد جدا في عمل إعلانات الفيسبوك وعندي متجر إلكتروني جديد وعندي منتجات وأستطيع الشحن ومتفرغ تماما لكن رأس مالي قليل جدا أريد الطريقة أو أسلوب العمل الذي يعتبر هو الأسرع والأرخص لبيع هذه المنتجات عبر هذا المتجر يعني أنا عارف أنه لازم أي مبيع على طريق الإنترنت أو غيره يحتاج إلى خطوة تسويقية وبعد الوقت وبعد المال أنا لا أمكن ذلك ولكن أريد أقصر الطرق في الوقت وأرخصها في المال الأقصر من غيره والأرخص من غيره هذا العمر يشغلني جدا ويشغل كثير من الذين من هم مثلي يعتبر مبتدئين ومحدود الخضرات شكرا جدا لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين من هاني حسين بدكم إحنا الآن في السؤال 328 في أرسك هاني خليني أبدأ إجابتي المفيدة إن شاء الله رب العالمين لأي لك أخوية إذا تسمعني ولأي شخص بيسمعني عبر مثال بسيط شوف تخيل معي إنه إحنا في عنا بضاعة في عندي عشر آلاف قطعة تي شيرت جبتها جودتها عالية وموجودة عندي في مخزن أوكي وجيت قلت إيش بدنا نبيحها فروحت استشرت أشخاص بدي أستشير فروحت على أربع أشخاص الشخص الأول إيش قال لي على حسب وعيه على حسب مهارته على حسب تاريخ فكر الموضوع القديم على حسب هو مثلا شو خبرته القديمة إيش قال لي قال لي اسمع أنت ممكن تمسك للبضاعة ننزل على السوق الفلاني اللي فيه تجار الملابس وندخل ونتفق معهم ونوقع ديلز ونعطيهم مجموعة وممكن نبيع برسم البيع لما يبيعوا نأخذ فلوسنا كل أسبوع ونوزع للبضاعة كلها وهي كمة لما يبيعوا نأخذ تمام؟ يعني السؤال المنطقي لو سألتك هو الخطة ناجحة يعني فيه سابقا حدا عملها ونجحت معه؟ نعم الخطة ناجحة الخطة تباع الخطة ما زالت فيه ناس بعملها حلو جدا طيب رحنا على واحد تاني قلنا له إيش رأيك؟ بدنا نبيع شو قالنا على حسب واعيه على حسب مهارته على حسب خبرته؟ قالنا اسمعوا أنا بمسك المنتجات بجيب كاميرا بصورها تصوير عالي الجودة منحطها في صفحة فيسبوك ونبدأ نعمل إعلانات ونبيع الآن السؤال هل هي خطة ناجحة؟ هل سابقا في حدا عملها؟ هل ناجحة حتى الآن؟ نعم أيوة ناجحة وفي ناس بيعملوا هيك طيب رحنا على واحد تالت شو قالنا؟ قالنا لأ ليه اتعبوا حالكم؟ أنا ممكن نمسك هاي البضاعة نفتح حساب في مواقع سوء دوتكم جوم يدوتكم ونحط البضاعتنا هناك وأصلا هاي المواقع عليها ترفيك ولا إدفع إعلانات ولا بطيخ ولا نخسر فلوس ويجينا مبيعات هل الخطة هاي ناجحة؟ هل في ناس بيعملها؟ نعم شايفين معاي؟ شايفين لوين بدي أوصل أنا؟ طيب واحد رابع قالنا لا 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 أنت لازم تعمل براند إذا بدك تربح إذن ابني موقع اعمله زي متجر إلكتروني حط فيه التراكينج حط فيه الأكواد حط فيه معالج دفع وإعمل زي سؤد تكم اعمل زي أمازون وتكون إنت البراند وبيع من الموقع الآن هل هاي خطة ناجحة؟ أيوة في حدا عملها؟ أيوة الآن السؤال لو أجلوا الشخص الأول الشخص الأول اللي مسك البضاعة حسب وعيه وخبرته ومهاراته وراح قال لك نوديها على السوق الفلاني ونوزعها للتجار هذا الشخص لو ذهب وعمل فكرة الشخص الرابع اللي هو المتجر الإلكتروني والموقع والبرمج رح ينجح ولا رح يفشل أيوة احتمالية فشله كبيرة جدا لأنه ما عندوش هاي المهارات لأنه ما عندوش خبرة لأنه ما عملهاش سابقا لأنه ما بيعرف كيف تنعمل أصلا لأنه مش مناسبة إله فكلمة مناسبة هون هاي هي الكلمة الجوهرية هاي هي الكلمة اللي تحط تحتيها تسعين خط مش مناسبة إله كلمة مناسبة نطلقها عادة على التناسب في أمرين صح؟ يعني في عندك إشي وإشي هل مناسبين لبعض؟ طب من أي ناحية؟ من كل النواحي مش ناحية وحدة صح؟ من كل النواحي هل هذا يناسب هذا؟ لو عندك أنت منتج عندك بيرفيوم وفي عندك العلبة 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 تبعته علبة الكرتون صح؟ فهل هذا البيرفيوم مناسب لهذه العلبة؟ يعني هل يدخل جواها؟ هل طوله مناسب؟ هل عرضها مناسب؟ هل مثلاً الكرتوني هاي مثلاً مش عارف فيها أشياء على شان تعمل كذا؟ هل الكرتوني هاي فيها المادة المادة هل تعملها مش عارف إيه؟ هل مناسب بكل الأشياء؟ هل السعر مناسب؟ هل الكرتوني هاي بجودة وسعر جيدة؟ بحيث أنها تناسب قيمة البيرفيوم الغالي الأصلي شايفين؟ كلمة تناسب تناسب بكل الحالات تناسب أوكي؟ فليش أنا حطتها المقدمة؟ علشان لما يجي شخص يقول لي مثلاً زي أخونا الكريم سائل السؤال إنه أنا بدي أعمل إعلانات بس بديش أدفع فلوس طب هي الكلمة هاي مناسبة؟ يعني هل في تناسب بين الكلمة اللي أنت حكيتها وبين الهدف اللي بدك هي أو بين الظرف اللي أنت فيه؟ لا ما فيش مناسبة بدنا لازم نتطلع على هاي المواضيع كتير يا شباب كتير ناس بيغلطوا بإنه بيبدأ إشي بيبدأ فكرة بعدين في نص الطريق بيكتشف إنه يا أنا مش فهم كيف شو أعمل طب إنت ليش تبدأ؟ يعني يعني ليه تبدأ؟ قبل ما تعرف هل هي مناسبة أو لا أو على أل تعرف مهاراتها أو على أل تعرف إنه أنا راح أحتاج بعد شهرين كذا فلازم يكون عندي لازم أتأكد إنه خلال هدول الشهرين يكون عندي لأنه أنا مخطط إنه ييجي فضروري جدا هذا الموضوع فأخونا الكريم لما حكالي أنا متجر إلكتروني وعندي بضاعة وعندي الشحن موجود وبعرف إعلانات بس بديش أدفع فلوس يعني صار الموضوع غريب طيب أنا ما قلتش دي أدفع أنا قلت رأسمالي أليل برضو غلط لأنه كلمة إعلانات وكلمة رأسمال أليل من الضبطين مع بعض ما بيزلطوا مع بعض تمام؟ خصوصاً لو شفنا باقي التناسبات اللي هي إيه؟ اللي هي متجر إلكتروني هو ينفع متجر إلكتروني وأقول لحالي أنا بس معاي 100 دولار مش هينفع لأنه 100 دولار مستحيل يبيقوا المتجر تبعاك المية دولار مستحيل يوصلوك ده العميل الصح بحيث إنه تبيع كل بضاعة اللي عندك والربح اللي بيجيك تجي فيها بضاعة تانية فتبع إلى التانية مش مناسب فيه غلط في الموضوع فيه غلط بالخطة الخطة فيها غلط الخطة مش منطقية مش راكبة على بعض صح؟ الخطة مش راكبة على بعض فلو رجعنا لمثال الأربع أشخاص إيش الإيش المشترك بينهم؟ التشيرتات المنتج إيش الإيش المختلف كتير؟ البيزنس موديل أيوة طريقة الشغل البيزنس موديل هو الاختلاف الكبير بينهم هو اللي ممكن يقرر أنت ناجح أو أنت ناجح أو أنت فاشل أو أنت ناجح هو اللي بيقرر صح؟ فالبيزنس موديل لما تختاره أنت صح بتضمن باحتمال كبير أنك تنجح فيه صح؟ بينما لو تختاره غلط أنت من الأول بتقضي على المشروع كله لأنك تخترته غلط تمام؟ أنا زمان كمثال كانت لعبتي المناسب إلي الموديل التبعي المواقع مواقع محتوى تطلع في جوجل هاي لعبتي تمام؟ يعني كانت وما زالت بس بطلت أعملها بإيدي أنا وصراحة فلعبتي لعبتي اللي هو يعني لما أوري واحد من أصحابي يقول لي يا زلم أنت كيف عملت هيك؟ أنا هيني عندي موقع ما صارش هيك مع أنه ما فيش أسرار بس أنا لعبتي يعني تبعتي هاي مناسب إلي بزعلش شو أنا بعملها بزعلش كل يوم لما أعمل مهامها مناسب إلي لما وأنا ماشي يجيني مشكلة معينة يقول لي مثلا عندك مشكلة في كذا أنا بعرف أنه أيها أنا عارف فاهم أنا كيف أحلها مناسب إلي تمام؟ طيب هل هذا يعني هاني أنه أنا لو مش مناسبة أنسا؟ لا طور نفسك فيه بس كوني بتعرفه فأنا لما دخلت الإعلانات لما تعلمت الفنيلز والإعلانات وقلت لأ أنا لازم يكون في عندي إشي وقت ما بدي أدفع يجيني أدفع يجيني سمام؟ لما تعلمت الموضوع ما روحتش قلت لحالي بدي أعمله من غير فلوس لأن أنا عارف بعد ما تعلمته إنه بيحتاج لفلوس بيحتاج لكذا بيحتاج إنه أكون بعرف ببني صفحات هوت بيحتاج إنه بعرف كوبي رايتن بيحتاج فلما تعلمت هالأشياء الآن أنا عارف شو بيحتاج فصار مناسب إلي هيك مراكبين ع بعض أنا وإياه فهو أنا بعمله أنا من الزعلان مش متدايق مش عارف مش متوتر لأنه أنا عارف إنه عندي أنا الأشياء اللي ممكن أعملها أنا عارف إنه بيحتاج شهرين شغلي فأنا ما عندي مشكلة وشغال لأنه مناسب إلي فالمبدأ كله بهذا التسجيل وهذا الجواب هو إنه اختار المناسب إليك حاليا إذا المناسب لإلك مش عاجبك غير حالك غير حالك يعني زبط ضرفك زبط فلوسك زبط مهاراتك زبط عقليتك بحيث إنه تختار المناسب إليك اللي هو الأحسن فما تيجي تقول لي أنا بدي أسرع طريقة بس بدون إعلانات يا سلام كيف يعني اقنعني كيف ده تصيب هاي كيف أسرع طريقة بدون إعلانات ما هو لازم إعلانات الإعلانات هي السرعة مش هتنفع هي السرعة طبعا بغض النظر عن نوع الإعلانات يعني ممكن تشوف هذا إعلانات ممكن تشوف مثلا واحد عنده قناة يوتيوب تتفق مع هذا إعلانات تمام بس إنه بدك تعملها يعني في ناس كتير بقولولي مثلا بدي أمني موقع وعندي فكرة موقع وأنا بحب أحكي عن كذا تمام بس يهاني الشهر الجاي لو مربحتش مش حادر أكمل شوفوا شوفوا التعجيز فإنه أوكي مش هتكمل ما تبدأش لأنك أنت مختار أسلوب مش مناسب إلك ظرفك يحتاج مال بعد شهر أوكي إذن ما تختار لي أسلوب طبيعي إنه يقعد سنة لما يجيب لك فلوس اللي هو المواقع والمحتوى والآتسنس بعد سنة لما تشوف فلوس فاقنعني هذا ليس مناسب لهذا اختار إشي مناسب إلك ما معك فلوس أوكي عندك حلين يا إما اتأجل المشروع اللي أنت نفسك أو اتأجل الموديل خليني كلامنا يكون صح اتأجل البزنس موديل وتروح تشتغل وتجيب فلوس وتحوش خلال شوية أشهر يكون معك مبلغ تقدر تعمل فيه الموديل تمام بمناسبته مع المال أو غير الموديل نقطة انتهى أنا بفضل تغير الموديل لأنني أنا ما أحبش التأجيل أنا ما أحب تفوت في الأكشن بحب نفوت في مود الشغل فأنت اللي معاك ابدأ فيه شغل تمام؟ أعطيهم محتوى 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 بيثقوا فيك أكتر دخلهم وحولهم من الترفيق غير مملوك إلى الترفيق مملوك اعمل فلو أب معاهم مرة على مرة بيزيدوا وكذا وتصيرت بي وكذا وتعمل والإعلانات طبعا بتسرع راح قال لي لا ما أنا بديش إعلانات إعلانات هاي الناس الناس اللي اللي مش واثقين بحالهم بيعملوها قلت له كيف يعني مش واثقين بحالهم بعملوها يعني بيقول لي لو أنا واثق بحالي معلوماتي المفروض تجيب لي عملاء قلت له لا أنت معناته الموضوع تبع بدي أبيع بسرعة مش مناسب إلك مش مناسب لازم تغير عقليتك تغير تفكيرك يسير معك فلوس تمام بعدين تعمل هذا الأسلوب تمام فإيش الأسلوب مناسب إلي طيب قلت له اشتغل باللي معاك افتح صفحة فيسبوك افتح جروب اطلع لايف لانز واحكي باللايف وآخر اللايف قلهم عن الكورس ما حدش هيشوف اللايف مرة مرتين ثلاثة عشرة ما عليش ظلك اعمل شو أسوي لك ما انتهي هيك ظرفك هيك حالتك انت ما بدك تدفع فلوس الاعلانات للضعفاء صح فما عليش اعمل هيك فهذا المناسب إلك وفعليا هو ورد عليه وصار يعمل هيك فيعني ما فيش عدد كبير من الناس بيشوفوه بس على الأل دخل بمود الشغل في اللي معاه وبدأ يتطور الآن بتعلم اعلانات بتعلم غيره بتعلم غيره واللايفات اللي بيعملها والمحتوى اللي بنزله على اليوتيوب وكذا بيجيب له ناس ففي ناس بسجله كل شهر بيلاقي مثلا اثنين تلاتة اشتروا وكل مرة بيزيدوا وعلشان هيك اقتنع انه بدي اشوف كمان اعلانات انا فابدأ باللي معك انا بحب جدا انك اه اتغير الموديل حتى يناسبك تمام وفي الطريق انت برضو غير من نفسك حتى تعمل التطور لهذا الموديل اكتر تمام اشتر جديد على سؤالك وتمنى اكون اجبتك سلام عليكم اشتركوا في القناة